نقش هذا الموضوع من القاهرة الدكتور عماد جاد عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري دكتور عماد أهلا بيك وأيضا من رمالة الكاتب السياسي الأستاذ خليل شهين أستاذ خليل أهلا بحضرتك دكتور عماد أبدأ معك من الموقف الأخير جاك سوليفان يقول أنه لم يعرض الإسرائيليون على بايدن خطة ما يتعلق برفح إذا كان هناك اتياح أو ويشير إلى أنه لن يسمح باتياح رفح إلا بخطة مسبقة متوافق عليها أمريكيا هذا التصرف يعطي تطمينات إلى المصريين ويعطي أيضا تطمينات إلى الفلسطينيين في رفح بأنه لن يكون ذلك الاتياح الغاشم البري غير المسبوق الذي تحدث عنه نتنياو أعتقد أستاذ محمود الموضوع يتوقف على ما سيجري في الأيام القادمة بمعنى ما سيجري في صفقة الأسرة والتهديع لمدة ستة أسابيع ووقف العدوان لمدة ستة أسابيع خلال هذه الأسابيع الستة إذا حدثت تطورات ربطناها أيضا بتشكيل حكومة تكنقراط فلسطينية تتعاطى إيجابيا مع الموقف الدولي والموقف الأمريكي ربما يكون هناك مخرج لكن برضو لا نطمئن تماما لأن ستة أسابيع من يدرك عقلية الجانب الإسرائيلي والموقف الدولي يدرك أن نتنياهو ربما وافق على هذه الفكرة التي طرحت في باريس واختزلها في المرحلة الأولى من ثلاث مراحل من أجل أن يعبر شهر رمضان بدون دماء الأمر يعتمد على مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مسألة هل سيكون هناك يمكن أن نقطع الطريق على عملية اجتياح رفح إذا ما حدث نوع من الاختراق في الجانب الفلسطيني هذا الاختراق يتمثل في موافقة حركة حماس على حكومة التكنقراط الفلسطينية وأن هذه الحكومة تتصدر المشهد وتبدأ في التفاعل مع المجتمع الدولي وأن ترجع حماس إلى المقعد الخلفي خلال الستة أسابيع أما إذا استغلت الستة أسابيع في إعادة التجهيز وإعادة الترتيب لخوض جولة جديدة ففي هذه الحالة أتصور أننا سنكون أمام خطة إسرائيلية موافقة عليها أمريكيا للأسف الشديد لإجتياح رفح لدينا فرصة نموذجية أتمنى أن تستغلها حماس وتتوافق وتكون التصريحات إيجابية تجاه حكومة غير فصائلية برئاسة رئيس صندوق الاستثمار أي حكومة تكنقراط غير فصائلية هذه الحكومة يمكن أن يتعامل معها المجتمع الدولي خصوصا أن التضييق يزيد على نتنياهو وتصريح جوزيف بوريلا الذي كان على شاشتكم قبل قليل بأن الجميع يعلم أن إسرائيل مولت حماس يعني إذن هناك كشف الأوراق كان الجميع يعلمها لكن بدأ الكشف عنها كنوع من الضغط على حماس لكن القرار بيد حركة حماس طيب أستاذ خليل هو ستة أسابيع هنا السؤال أستاذ خليل شهين ستة أسابيع أربع أسابيع في رمضان أسبوعين قبل رمضان أو أسبوعين بعد رمضان يعني هل الهدنة ستبدأ الآن أو هناك إمكانية لعمل بري في رفح قبل بداية الهدنة التي تبدأ أربع أسابيع في رمضان وأسبوعين بعد رمضان وبالتالي فكرة بقاء أسبوعين قبل رمضان البعض يتحدث على أنه احتمالية أن يكون هناك عمل بري في رفح خصوصا بعد تصريحات جاكسولفان الأخيرة قبل قليل الآن الجيش الإسرائيلي يعتقد بأن هناك حاجة لإخلاء أكبر عدد ممكن من النازحين الفلسطينيين من منطقة الجنوب إلى شمال رفح وهذه العملية تستغرق بعض الوقت لا يقل عن أسبوعين كما تشير التقديرات التي روج لها بعض العسكريين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي قدم عمليا أكثر من خطة للكابنت المصغر أجل بحث عملية رفح بما في ذلك الجزء المتعلق بإخلاء المنطقة من المدنيين الفلسطينيين ولذلك في كل الأحوال حتى لو جرى التوصل إلى اتفاق على صفقة تبادل وهدنة مؤقتة لا أعتقد أن الوقت المتاح قبل رمضان يمكن أن يدفع إسرائيل لإخلاء السكان بهذه الصرعة ثانيا الهدنة بحداتها سوف تؤجل العملية نتنياهو قبل قليل صرح بأن التوصل إلى هدنة واتفاق تبادل أسراء سوف يؤخر عملية رفح وعدم التوصل سوف يدفع للجيش للتحرك في رفح بشكل سريع أي بتزامن مع بيضة إشهار رمضان المبارك وهذه التصريحات بالمناسبة سبق أن قالها جانس بنفسه عندما قال بأن إسرائيل قد تجد نفسها في وضع تتحرك فيه بعملية برية في داخل رفح إذن نحن فيما يشبه سباق مع الزمن في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين لا يتجاه المطالب الجانب الفلسطيني ويوقف حرب التجويع ويوقف عمليات القتل ويطرح دينامية حتى في المرحلة الأولى يطرح دينامية الدينامية تقوم على التدحرج والتدرج والتراكم يعني الانتقال من المرحلة أولى إلى مرحلة ثانية تأمل مختلف الأطراف بما في ذلك الطرف الأمريكي يؤدي إلى هدنة مستدامة يعني هدنة طويلة والهدنة طويلة من شأنها أن تفقد العملية العسكرية الإسرائيلية الزخم الذي لا تزال تتمتع به الآن والتي يطمح نتنياهو أن يتصاعد في حالة الانتقال إلى عملية برية في رفح لكن حتى الآن يعني ربما تكون الفجوات أكبر بكثير مما يجري يعني التسريب وفي وسائل الإعلام خاصة أننا يعني سمعنا أكثر من يعني عرض أو بنود تتعلق بصفقة التبادل على الأقل هناك خمس أو ست يعني عروض أو اتفاقات جارة تداولها في خمس ست مواقع إسرائيلية بعضها يتقاطع مع البعض الآخر وبعضها يتباين وحتى يتناقض مع يعني البعض الآخر حتى فيما يتعلق بعدد الأسرة الذين سيفرج عنهم من سجون الاحتلال يعني الإسرائيلي ولا ذكر القضايا الأفرة التي بالتأكيد كانت مطروحة وبالتأكيد أن الرئيس المساد وضع مجلس الحرب أمس في صورتها وتهي تتعلق بإين سيعيد جيش الاحتلال انتشاره يعني في قطاع غزة هل سيبقى في منطقة الوسط وهل سيقيم حواجز حزم المساعدات الإنسانية التي سوف تدخل إلى شمال قطاع غزة وغير ذلك من بنود يعني عديدة نعم لابد أنه جرى نقاشها والأرجح أنها يعني ستكون موضع نقاش في الجولة القادمة في الدوحة دكتور عماد يعني مستفيدا من خبرتك ومعرفتك بالداخل الإسرائيلي أسأل هنا عن دخول يهود براك على الخط دخول يهود براك على خط الانتقادات لنتنياهو بأنه على حسابه الشخصية ومصالح الشخصية يريد أن يغلق دولة إسرائيل كما هو يتحدث أول أمس كان هناك قبض على عدد كبير من المتظاهرين الإسرائيليين الذين كانوا يطالبون بأن تكون هناك انتخابات مبكرة في نفس الوقت منزل نتنياهو نفسه كان محاصر في وقت من الأوقات من قبل أهالي الرهائن والمحتجزين أنا القصد أسألك هنا دكتور عماد على فكرة الضغط الداخلي إلى أي حد يمكن أن يشكل وازنا بشكل أو بآخر لأن يرضخ نتنياهو لهدنة أو لشروط بعينها شوفوا سيد محمود القراءة للداخل الإسرائيلي تقول أن نتنياهو في وضع صعب للغاية وأن الرجل مستقبله السياسي انتهى الذي يساعده على الاستمرار هو وجود حركة حماس هو مولها لضرب التيار العلماني في منظمة التحرير واستفاد منها ثم حدث ما حدث مثل ما حدث مع كل مسؤول وفي السلطة تلاعب مع التيار الإسلام السياسي واستخدمه في طرب التيار العلماني وربما هنا تحضرنا تجربة الرئيس السادات الراحل مع جماعة الإخوان المسلمين وانتهى بأنه دفع حياته ثمنا لهذه اللعبة إيهود باراك ليس رئيس وزراء عادي إيهود باراك كان رئيسا للأركان في إسرائيل وهو الذي كان يقود مفاوضات كامب ديفد الثانية مع الراحل يسر عرفات ومع بإشراف كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون هذه المفاوضات التي جرت في يوليو كانت تقريبا حلت 98% من المشاكل وانهارت بسبب خلاف حول وضع القدس اقترح في ذلك الوقت باراك توقيع اتفاق وتأجيل موضوع القدس للتباحث في مرحلة تالية وهو ما رفضه الراحل يسر عرفات وانهارت المفاوضات واندلعت ما سمي بين قوسين انتفاضة الأقصى التي كدت انتفاضة مسلحة وجلبت يعني مزيد من الخراب والدمار الان اتصور ان نتنياهو يعلم تماما انه في حال الوقف النهائي للعدوان سيسقط واصلعات الرأي العام تقول ان هذا الرجل حزبه الليكودي لن يحصل على ربما 15% من الاصوات وبالتالي هذا الرجل انتهى وربما يكون مصيره مصير سابقه سابقه الذي خرج من منصب رئاسة الوزراء الى السجن بسبب قضايا فساد متهم فيها نتنياهو وزوجاته النقطة الأساسية هنا وأنا أتحدث هنا سيد محمود من منطلق الواقعية السياسية وليس من منطلق آخر منطلق الواقعية السياسية تقول أنه أنا من وجه نظر الشخصية لو كان لي أن أقدم نصيحة هو أن تخرج قيادة حركة حماس وتقول لمنظمة التحرير تفضلي بتشكيل حكومة تكنقراط ونحن خلال هذه الهدنة ستة أسابيع سنقوم بإخراج قادتنا العسكريين من رفح وبالتالي يتدخل المجتمع الدولي هنا لمنع اجتياح رفح وترتيب الأوضاع بشكل كامل وحكومة تكنقراط حتى لا يقول نتنياهو أو باراك حتى يعني مع من نتفاوض لا تفاوض مع منظمة التحرير التي وقعت معكم انتفاق أسلو وحركة حماس يمكن لاحقا أن تشكل يا سيدي حزب سياسي وتخوض الانتخابات لكن أنا أعيز أقول لحضرتك يعني نجاة نتنياهو في استمرار قادة حماس العسكريين موجودين في القطاع في جنوب القطاع يمكن أن يخرجوا إلى رفح في استراحة محارب حققوا ما ما يشبه الإعجاز بتحريك القضية والتحولات في الرأي العام وكل ذلك والتعاطف الدولي وقرارات من الجمعية العامة لأمم المتحدة ومن مجلس الأمن أجهضت بفيتو أمريكي وكل ده يعني أنا أستطيع أن أقول أن أنا على أول طريق الحل إذا ما قدمت حماس المصلحة الوطنية على الفصائلية ماذا تستفيد حركة حماس بعد أن وصلنا إلى قرابة المائة ألف ضحية ومصاب لو اكتاح رفح أنا أقول حضرتك سيدفع الأهل رفح باتجاه الجنوب نحو الحدود المصرية وبالتالي يكون قد خطأ خطوة مهمة على طريق تصفية القضية الفلسطينية سيد خليل شهين لفت نظر الجميع الحقيقة تصريح جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية للتحاد الأوروبي حينما أشار إلى أنه في مرحلة من المراحل كانت إسرائيل تمول حماس وهو المقصود هي مرحلة ما بعد 2007 تحديدا وبالتالي هذا الكشف وهو يأتي على لسان مسؤول السياسة الخارجية في التحاد الأوروبي ليس على لسان صحفي رجل لديه معلومات لديه مصادر وبالتالي يتحدث عن هذه النقطة تقييم هذا التصريح في هذا التوقيت تحديدا ولأي حد يمكن أن يؤثر على الداخل الإسرائيلي شعبيا وليس حكومي الحكومة تعرف لكن الشعوب ربما لا تعرف لا وكان يقصد سماح إسرائيل بدخول التمويل القطري الشهري الذي كان يصل إلى حركة عماس وفي كثير من الأحيان كان يصل عبر تل أبيب بالشرط في فترة من فترات كان المبعوث القطري يحملها بحقائب ويدخلها عبر حاجز إيريس هذا ليس فقط معروف هناك صور نشرت قبل ذلك ونتنياهو قالها قبل السابع من أكتوبر يعني خير الإسرائيليين بأن من لا يريده أن يسمح بإدخال الأموال لحركة حماس عمليا هو يريد دولة فلسطينية لأن الثابت في السياسة الإسرائيلية وخاصة سياسة نتنياهو عمل كل شيء من أجل القضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة هكذا كان الحال يعني قبل أوصله وبعد أوصله وقبل حركة حماس يعني قبل أن تولد حركة حماس وإسرائيل الآن تقول بأن لن تسمح للسلطة الفلسطينية لا حكومة تكنقراط ولا حكومة عملاء كمان واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة أن تستلم يعني الصلاحيات في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً لأن هذا يعكس في نهاية المطاف وجود طلعات فلسطينية بإمكانية تحويل السلطة إلى يعني إلى دولة مع ذلك الفلسطينيون عليهم أن يقوموا بواجبهم عليهم أن يعملوا من أجل يعني تشكيل حكومة مقبولة دولياً وأنا أعتقد أن هذا الموضوع أصبح الآن يعني قد قطع شوط يعني وهناك مشاورات حسب معلوماتي بدأت مع بعض الوزراء من شخصية لم تكلف رسمياً لكنها بدأت التشاور وأن حركة حماس توافق على هذا الأمر بل أن هذا الأمر يعني موضوع في بند قدمه الرئيس إلى يعني موسكو من أجل طرحه كجدوى الأعمال في المباحثات لا تستطيع وحدها أن تكون جزءاً من عملية إدارة الملفات الكبرى التي ترتبت على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل وكذلك حركة فتحة بشكل أو بآخر أنها وحدها سوف تطحن في الطفة الغربية مهما كان موقفها السياسي لأن الدور قادم على الطفة الغربية هذا يقوله الإسرائيليون يعني ليس تحليل يعني يقولون أنهم سيفعلون ذلك وزراء يعني بمستوى بنكفير وصموتريتش ووزير خارجية الإسرائيلي كلهم يتحدثون عن الانتقال إلى جهولة جديدة يعني في الضفة الغربية لذلك على الفلسطينيين أن نستعدوا بشكل جيد أن يكسبوا أورن المعرك على المستوى الدولي بوقوف يعني معظم الدول معهم بالاستفادة من التحكيي من العديد من الدول على إمكانية الاعتراف يعني بدولة فلسطينية وأن يطالبوا أن يتقرن بهذا الاعتراف بتبني استراتيجية دولية من أجل إنهاء الاحتلال والاستطاع أو بدون جغرافيا لا يمكن أن تقوم الدولة الفلسطينية أستاذ خليل شاهين الكاتب السياسي من رام الله دكتور عماد قاد شكرا جزيلا لكم